السلام عليكم من يوم شاء الله في هذا الفيديو نشوف الزمن قراءة الساعة اولا اكتشف في الساعة العقربية العقرب الصغير يشير الى الساعات والعقرب الكبير يشير الى الدقائق بالنسبة للساعة العقرب الكبير هو هذا والعقرب الصغير هو هذا اذا من الاول الاول ولاحظ النشاطة اليومية لزينب واكتب التوقيت المناسبة ولاحظ الصور ثم تنجز زينب واجباتها مساء على الساعة هنا هذه الصورة زينب تنجز واجباتها والساعة تشير الى في هذه الصورة توجد ساعة عقربية اذا نكتب السادسة الى ربعا تنجز زينب واجباتها مساء على الساعة السادسة الى ربعا تستيقض زينب صباحا على الساعة في هذه الصورة تبين ساعة الاستيقضات بها زينب اذا بما انها ساعة الكترونية نكتب السابعة وخمسة عشر دقيقة ثم تصل زينب الى المدرسة صباحا على الساعة في هذه الصورة نرى زينب تصل الى المدرسة على الساعة الثامنة الى ربعا ثم تذهب زينب للنوم ليلا على الساعة والساعة هنا مرى زينب والساعة تشير الى الثامنة وثلاثون دقيقة نكتب الثامنة ثم اتمرن تمرين اثنان ارسم العقرب الكبيرة واكتب التوقيت بالحروف بالنسبة لهذه الساعة لدينا العاشرة تماما اذا العقرب الصغير يشير الى العاشرة ثم العقرب الكبير يشير الى الثانية عشر ثم لدينا هنا الساعة تشير الى الخامسة الى ربعا نكتب الخامسة الى ربعا وهنا تشير الساعة الى الرابعة وثلاثون دقيقة نكتب الرابعة ثلاثون دقيقة هنا السابعة والربع اذا اذا قسمنا الساعة الى اربعة فالربع يكون هنا وتشير او يشير العقرب الكبير الى الرقم ثلاثة من السابعة والربع نسبة اتذكر هنا الخامسة تماما عندما يكون العقرب الصغير يشير الى الخامسة والعقرب الكبير الى الثانية عشر فالساعة هي الخامسة تماما في الساعة الالكترونية تكتب او نرى الخامسة وصفرين او صفر دقيقة ثم بالنسبة السابعة وربع دقيقة العقرب الصغير يشير الى السابعة والعقرب الكبير يشير الى تالتة او رقم ثلاثة وبالساعة الالكترونية السابعة وخمسة عشر دقيقة ثم الثامنة وثلاثون دقيقة او الثامنة ونصف بالنسبة الثامنة العقرب الصغير الى الثامنة والعقرب الكبير في او يشير الى الرقم ستة تكتب ثامنة وثلاثون دقيقة ثم الرابعة وخمسة واربعون دقيقة العقرب الصغير قريب من الخامسة ثم العقرب الكبير عند الرقم تسعة وتكتب في الساعة الالكترونية الساعة اربعة وخمسة واربعون دقيقة ساعة واحدة تساوي ستون دقيقة نينغ إيقال سسونة مينيت الصفحة السبعة وتمانون اقوم وادعم تعلماتي تمر رقم ثلاثة ألون بنفس اللون الساعات التي بها نفس التوقيت بالنسبة لهذه الساعة نرى العقرب الصغير على الثالثة والكبير على يشير الى الثانية عشر إذن الثالثة تماما إذن الساعة التي بها نفس التوقيت وهي الثالثة هو صفر دقيقة إذن نلون بنفس اللون ثم الساعة الثانية تشر إلى السادسة والربع سادسة والربع هي ستة وخمسة عشر دقيقة إذن نلون بنفس اللون بنسبة لهذه الساعة العقرب الصغير يشير إلى الخامسة والكبير يشير إلى السادسة أي الخامسة والنصف إذن نفس الساعة أو الساعة التي تشر إلى نفس التوقيت هي الخامسة وثلاثونة دقيقة إذن نلون بنفس اللون ثم التمرين رقم أربعة أكتب الساعة بالحروف والأرقامي بهذه الساعة العقرب الصغير يشير إلى الخامسة والعقرب الكبير يشير إلى السادسة إذن الخامسة والنصف نكتب الخامسة والنصف بالنسبة للأرقام نكتب الخامسة وثلاثون دقيقة تمرين رقم خمسة وشطي بالتوقيت الخطأ بالنسبة للساعة الأولى العقرب الصغير يشير إلى الخامسة والعقرب الكبير يشير إلى رقم ثلاثة إذن تقرأ الخامسة والربع إذن هذه الخامسة والربع صحيح الخامسة وخمسة عشر دقيقة كذلك صحيح الخامسة إلا ربح هذا هو الخطأ إذن نشطب على هذا الجواب ثم بالنسبة لهذه الساعة تشير الساعة إلى التالتة والنصف إذن تالتة والنصف صحيح ثلاثة وثلاثون دقيقة كذلك صحيح الرابعة والنصف خطأ نشطب عليه ثم التمرير الغم ستة ألون الجواب الصحيح بالأحمر نضينا السادسة والنصف إذن نضينا السادسة وثلاثون دقيقة هي السادسة والنصف إذن نلون السادسة والنصف كذلك السادسة وثلاثون دقيقة ثم الساعة الثانية الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة ثم كذلك تقرأ التاسعة إلا ربعا نضينا السادسة والنصف كذلك الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة دعم الدرس تمرين سبعة ألون الساعات بلون بطاقات التوقيت أولا لنا باللون الأصفر العاشرة والربعي إذن العاشرة والربع بالنسبة للعقرب الصغير يشير إلى العاشرة والعقرب الكبير يشير إلى الرقم ثلاثة إذن نبحث عن الساعة وهي العاشرة والربع إذن نلون هذه الساعة ثم العاشرة والربع كذلك هي العاشرة وخمسة عشرة دقيقة إذن نلون هذه الساعة كذلك ثم نلون باللون الأخضر العاشرة والنصف العاشرة والنصف العقرب الصغير يشير إلى العاشرة والعقرب الكبير يشير إلى السادسة أو الرقم ستة ثم تكتب كذلك عشرة وثلاثون دقيقة إذن هذه الساعة التي تشير إلى العاشرة والنصف كذلك العاشرة والنصف ثلاثون دقيقة هي النصف والنصف إن الساعة الواحدة بها ستون دقيقة ثم باللون الأسرع العاشرة إلى ربعا العاشرة إلى ربعا العقرب الصغير يشير إلى التاسعة والعقرب الكبير يشير إلى كذلك التاسعة أو الرقم تسعة أو العقرب الصغير قريب من العاشرة والعقرب الكبير عنده الرقم تسعة إذن هذه هي الساعة ثم تاسعة وخمسة وأربعون دقيقة وهي العاشرة إلى ربعا ثم رقم تمانية ألاحظ ثم أكمل رقم أقربي الساعة بالنسبة للساعة الأولى هذا الطفل يشير إلى هذه الساعة ويقول إنها الثامنة أعفوا إنها الثانية والنصف الثانية إذن العقرب الصغير يشير إلى الثانية هذا العقرب الصغير والعقرب الكبير يشير إلى السادسة إنه يقول الثانية والنصف ثم بالنسبة لهذه الصورة الطفل يقول بدأت عملي في الساعة الثالثة يعني العقرب الصغير عند الثالثة والعقرب الكبير عند الثانية عشر وأنهيته بعد ساعة وربع بعد ساعة وربع أي أن هذا العقرب الكبير دار دورة كاملة ثم الربع إذن عندما يدور دورة كاملة فالعقرب الصغير يتحول عند الرابعة إذن العقرب الصغير يكون عند الرابعة ثم قال وربع أي أنه العقرب دار دورة كاملة ثم ربع دورة إذن فالعقرب الكبير سيكون عنده التالية